مرحبا كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير وفي تمام السحة والعافية في هذا الفيديو سنحضر وصفة رائعة جدا للتخلص من الدواني والأوردة العنكبوتية نأخذ البصل ونستخلص القشر قشر البصل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي ستساعدنا في التخلص من الدواني يحتوي القشر أيضا يعني قشر البصل على كمية هائلة من الزنك ومن المعادن المفيدة جدا سنحتاج لبلات سيك سنتعفق قشر البصل ثم نكون بالطفع عليها حتى تتكسر الأوراق وتصبح قطع صغير ثم نفرغ الأوراق من الكيس البلاستيكي سنحتاج لوعاء زجاجي سأضع فيه أوراق البصل ثم نأخذ عروش من إكليل الجبل نقوم باستخلاص أوراقها ترجمة نانسي قنقر نضيف أوراق إكليل الجبل لقشور البصل ثم نضيف إليها زيت الزيتون في كسرولة سنضع كوب من الماء ثم نضع الوعاء السجاجي بداخله ثم نضع الكل على النار ونتوقه يغلي لمدة نصف ساعة أي 30 دقيقة ثم نزيله من الماء الساخن نضع العلبة في غطاء أو يمكنكم استعمال ورق الألومنيوم لتغذيتها سنحتفظ بها بعيدا عن الضوء سنضعها في خزانة المطبخ ونتركها لمدة عشرة أيام كاملة خلال هذه المدة أي عشرة أيام يمكنكم تحريكها من مرة لأخرى بعد مرور عشرة أيام نستخرج الزيت ونأخذ القليل منه ونقوم بدهنه على مكان الدوالي نقوم بعمل مساج خفيف للمنطقة التي بها دوالي نقوم بذلك لمدة خمس دقائق حتى يتشرب الجلد هذا الزيت نستمر على ذلك لمدة شهر كامل هذه العملية سنقوم بها قبل النوم وبعد شهر يمكنكم التوقف لمدة أسبوعين وبعدها تقومون بمعاودة عمل هذه الوصفة هذه الوصفة ستخلصكم من الدوالي لأنها تحتوي على بيتامينات ومعادن تحسن من مرونة الأوعية الدموية فقط ينبغي الانتظام والمداومة على عمل الوصفة لنصل لنتائج رائعة جدا جدا طبعا الخلطة احتفظوا بها في خزانة المطبخ وطبعا ضعوا أي غطاء عليها حتى لا يفقد هذا الزيت خواصة شكرا على المشاهدة وعلى انضموكم لقناة مفتاح الحياة وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة شكرا شكرا